مرحبا كيف كون اليوم فيديو بوش طبخ اليوم هاخدكم معي مشوار او رحلة رحت على جبل الاربعين او جبل توربر بلبنان بشمال لبنان منطقة اول مرة بروح اوها كانت رحلة كتير حلوة واكيد متل كل رحلة اول شي لازم نوقف ونتروع ونشح انطقل انه مشوار كتير طويل هياخد تقريبا شي ساعتين من جونية لنوصل على جبل الاربعين هون بعد ما تروعنا وتلعو الناس بالبسط نحنا كنا تقريبا شي ثلاث بسط عم فرجيكم هون مناظر يلي نحنا طالعين وعم نشوفها بالبس يعني ما قدرت الا لا تصوي لفرجيكم جمال لبنان وضيع لبنان والمنطقة اللي رحين عليها كتير عالية انتوا شوفوا الجبال حواليا طالعين هون قطعنا ترابلوتس وصلنا بسير الديني وهنطع كمان سير الديني ونفرق من منطقة اسمها او ضيعة اسمها بقع صفرين وهالمشروع بيّن من عندنا بيّن بلّش يبيّن هايدي التيارة اللي وقفي على راس الجبل فإزا نحنا هلأ بدينا نطلع كمان على راس الجبل لنوصل وهون وصلنا على المشروع دخولية المشروع او المنتجة اللي راحين عليه هو مئة ألف لبنانة يعني تقريبا بيكن تقولوا أربعة دولار تقريبا بس بيختلف الدولار لأنه كل يوم سعر ومنفوت بالباس لجوه هلأ الدخولية هي بتشمول التيارة والجسر المعلّق بس أما في عنا مرجوحة مرجوحة أعلى مرجوحة بالشرق الأوسط تقريبا نحنا هيدا الجبل ارتفاعه 2000 متر عن سطح البحر يعني كتير عالي فلي بدو يركب المرجوحة او بدو يركب لعبة الحبل او الزيبلاين انه سعر مختلف أول ما نفوت في عنا هون اوتال كمان اللي بيحب ينام بالاوتال سألنا تقريبا ليلة مئة دولار اللي بيحب يرتاح او يعمل انه يستمتع شمي بالمناظر والهدوء هلأ بننزل نحنا بعد لتحت المشروع اللي موجود فيه الطيارة هوني فيه طيارة طيارة عن جاد طيارة واقفة بس على الاستخدام يعني فاضي من جوه هاي الجسر المعلّق وفي عنا هون الطيارة وفي عنا العالم كلها عم بتصور حواليها عاملين مثل بلقون صغير على الجانية بتطلع بتصوري وبتشوفي من تحت الوادي هلأ نحنا هوني تقريبا الضهر يعني شوفوا كيف بعد المعالم كلها واضحة كل البيوت بعدها واضحة والجبل هلأ بعد ساعة تقريبا هتصير في عنا هون ما هنشوف شي هاتيجي لغطيطة او الغيوم وتغطي كل هيدا المنظر الحلو فهون كنا اكتر من الرحلة تقريبا نحنا رحلتنا شو ثلاث باصات وكان فيه شو ثلاث باصات فما قدرنا نوصل على كل المطاريح يعني هلأ هنفوت على التيارة من جوه هفرجيكم ايها فاعدية بس هتشوفوا كيف معلقة كأنكم طايرين بالسماء هون رأس التيارة وهون شوفوا كيف المناظر تحت هون مناظر بتاخد العائل مطلعت انا تصورت برا على الجانيح لانه كانت عجق كتير وكتير فيه ناس عم تصور نزلت لتحد هالمرجوح لو قلتلكون عنا وهيديك المنطقة على اليمين موجودة هلأ كررت أنا وبنتي بنت التانية ما حبت تطلع نمشي على هيدا الجسر المعلق اكيد للامانة في عنا هون على الميلتين اشخاص بنزلوا عدد معين وبالدور منشي ما يصير فيه خطر على حدا كتير حلوة ما بتخوف ابدا عفكرة بس تحتكم اذا تطلعتوا لتاحت تحتكم وادي فالأفضل انكم ما تطلعوا لتاحت وبتمشوا يعني بتكون تجربة حلوة وتشجعتوا شوي وعملتوا هون عم يجي للسوكوريتي كان عم يحي مع السوكوريتي التاني يعني اذا كان في شخص تاني بيسمعكم شوي الجسر بس ما تخافوا مأمنينا كتير منيح هيدا الجسر كمان مع الدخولية يعني ما بتدفعوا شي كمان ببلاش لانو احنا دافين دخولية مئة الف وهيدا الجسر معلق على ايدتان اذا شايفين ايد من هون وايد ايد التانية فهني بيمرقوا اشخاص عدد محدد اذا بدكن تتصوروا كمان وبينتروكونا في كتير اشخاص كانوا يوقفوا ويقعدوا على الجسر ويتصوروا نحنا انجع تصورنا يعني بنتي صورتني من تحت وهيك خلصنا وهلا هون المرجوحة اذا بدكن تتمرجحوا عفكرة انتو بتحددوا الاول اللي بدكن اياها من اذا بتخافوا ما كتير باولكن اياها بس هادي سارة لحالة شوفوا هالمناظر الحلوة من تحت هادي كلها ضياع شمال لبنان وهيدا الجسر المعلق اكيد شفتوا دعايت وشفتوا صوره باكتر من برنامج على التلفزيون وهاي الطيارة شوفوا ما لنا مناظر كمان اللي بدو يجي على الجسر كما بدنا ننطر لانه هو جسر من حديد وتحته كمان وادي فما بينزلوا كتير او ما بوقفوا كتير اشخاص عليه للامانة هلا هون اه مبلش بعد مرور شو ساعة ساعة وناص شوفوا الاختيتة كيف غطيت المكان كله وما بقى مبين شي شوفوا هلا هيدول اللي ريكبين بالجنزوه كيف ما اولونيها كتير بس في اشخاص تانين اولونيها اكتر فانتو حسب ما انتو بتكون اذا كنتو شجعان بتقووا قد ما بتحبوا اكيد انا مركبته اا ما عندي شجاعة انيركبه او هيدا الزيبلين كمان اه في ممكن يكون بيسيكلات او ممكن يكون اا زيبلين يعني بتمسكي شي وبتتزحلطو فيه كمان حلو بس هيدا سعره مختلف اا اا عن الدخولية بتدفعو زيادة لتلعبو فيه عمفرجيكم كيف صار التقص يعني هوني الافضل انكم تجو الصبح مقريب الظهر ازا جيتوا بعض الظهر اا بيبلش معالم كلها تختفي من تحت خلصنا قاعدتنا كان فيه كافيترية صغيرة حد الجزل ما قدر تصور لان كان فيه عاجقة كتير بس كمان حلو وفيه كافيترية صغيرة ازا حابين تشربوا نسكافا او تشربوا ارقيلة موجود وهون نحنا وضاهرين هيدا بركة الاوتال كانوا حاطين فيها صابون وبلش يلعبوا فيها لولاد كمان فكرة حلوة وهلا هون نحنا ونزلين بدنا ننزل لنوصل لتحد تحد من مكان ما طلعنا النزلة كانت سهلة الصلعة كانت اسعب شوي واختيتها بعدها لاحظنا هلا لما نخلص هيدا المكان هنروح على منطقة تانية اسمها جبل جبل تربل هتبعد عن هيدا جبل الاربعين تقريبا شي ساعة ونص هنروح على كمان منتج عجديد بقلب ومطعم كمان اكله كتير طيب وقعدته كتير حلوة على طول الطريق تحت لما ننزل من الجبل في عنا اشجار الدراء والدفاح والرمان هيدا الجامع كان نبين من فوق نقطة زراء كمان نزلنا من حد وحبت نصوره لفرجيكم ليه ما عرفت انتبه طوله لما صورت من فوق فايزا كله الاجارة هون الموجودة مشهورين بين جاس والدراء والخوخ والرمان والزيتون بلشنا هلا نطلع على جبل تربل شوفوا كيف ترابلوس كلها مبينة من تحت وحتى البحر مبين كمان هون بلشنا نطلع طلوع 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 يعني كتير عالي هيدا المشروع لنوصل على هيدا المشروع يلي بقلبه المطعم يلي رايحين عليه اسمه مطعم انا وياك والمنتجة الميرادور هيدا منتجة ما بس في هيك مطعم في شالهات كمان للاجار بس بعيد يعني المطعم تقريبا 5 داية و10 داية بالسيارة كمان بقولوا عنا كتير حلوة ممكن تستأجرون بالليلة وتتمتعوا بالطبيعة الحلوة الموجودة شوفوا الارتفاع الدعالي يعني مناظر كتير حلوة ما في كتير برد بس برود يعني مش شوب ولا ارتوبة التقس كان كتير حلو وهون وصلنا على المطعم هون مدخل المطعم من فوق بدا ننزل كل اعداد المطعم من بره بتطلع هيدا المنزر الحلو طاولات كلها بتطلع هيدا المنزر شوفوا شو مرتب وديكورو كتير حلو حتى في كمان اعداد داخلية ازا بتحبوا تعدوا بره اكيد بتطلبوا الاكل اللي بتكون ياه اسعارو كتير مقبولة واكلو كتير طيب بفرجيكم على السريع هيك كيف شكل المطعم من جوا ومن بره مطعم كتير مرتب كمان بيعملوا في حفلات موسيقية لامطربين كتير مشهورين وبيبيعوا كمان بعض انواع من المونة اللبنانية هتشوفون هلأ بالفيديو وهي كان مشوارنا وهي كانت رحلتنا زرنا منطقتين او جبلين اول مرة بتزورون وكتير حلوين بنسحقون انكم تشوفون اذا جيتوا على لبنان كالسياحة اه وهيدا هو فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا وتسليتوا معي ازا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وزا منكم مشتركين تشتركوا وانا بشوفكم في فيديو تاني باي باي